والحقيقة النهاردة كان في المقترح فكرة ان احنا نعمل نظام يبقى هاجين ما بين الزهاب ما بين النظام الالكتروني وما بين الزهاب الى صندوق الاخترع والحقيقة الدولة المصرية كان عندها تجربة في انتخابات عام 2020 لما سمحنا ليه المصريين بالخارج في الادلاب اصواتهم عن بعد طبعا ده كان تماشيا مع الاجراءات اللي كانت ده تتوكب مع جاء جاعة كوفيد 19 انا كنت ديسة هقول لحضرتك النقطة دي انه احنا جربنا ده بالفعل قبل كده حقيقي ومن وجهة نظر الحقيقة النظام نجح نجح مبهر للغاية اخواتنا النصرين في الخارج قدلوا بأصواتهم الشكاوية تكون كانت قليلة جدا على شكل التصويت او سرية او مدى صحة هذا الصوت وكانت تجربة اقولة فاقفة وان كان حتى في شكاوى يتم التعامل معاها فالحقيقة كان عندنا تجربة سابقة قيل من يعني احنا نبدأ نتوسع فيها والنهاردة وفقا لنص القانون الخاص بالهيئة الوطنية الانتخابات قانون 198 ل2017 المادة التالتة في الفقرة الاخيرة نصت صراحة ان للهيئة انها تستعين بوسائل التواصل والوسائل التكنولوجية في كل او بعض اجراءات سواء الادلاء بالصوت او الفرز او اعلان النتيجة خلال الاستحقاقات الانتخابية وزي ما قلنا حصل تجربة جزئية في التصويت المصريين في الخارج النهاردة مع هذا التقدم التكنولوجي ومع التحول الرقمي ومع الجمهورية الجديدة زي ما ما يبقاش عندنا هذا النظام او هذه الالي فده كان مقترح مهم للغاية تقدمنا به وقدمنا عرض لأربع انظمة هم من ناحية تقنية هم السائدين على مستوى العالم سواء على مستوى مكينات التصويت الالكتروني او مكينات التعرف على الوجه او التعرف على البطاقات يعني شرحنا في الترح النهاردة مجموعة من النظم اللي بتقوم عليها وده المعاوضة تنسيخية شباب الاحساب والسياسين الحقيقة النوع ده من التوصيات يعني حتى بتتتصق مع شعاركم سياسة بالمفهوم الجديد انه نشوف يعني سياسة تتفق مع الواقع انه احنا عايزين انتخابات عايزين نسبة مشاركة عالية في هذه الانتخابات عايزين الكل يكون ممثل الكل يتحدث عن نفسه ويشوف ويشوف انه ممثل في هذه الجمهورية الجديدة ده شيء مهم جدا